مجزة ثالثة من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من الوزراء ورجال الدين وفي كلمته خلال الاحتفالية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ليلة القدر المباركة تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمة والعبر السامية وأشار رئيس السيسي إلى أن هذه المعاني الكريمة لليلة القدر هي أشد ما نحتاجه اليوم في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات إن ليلة القدر المباركة بكل ما تحمله من معاني دينية وروحانية كبيرة تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمة فعطاء الله الجذيل اقترن اقترانا وثيقا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين في الفوز برض الله فلا يرجى الخير والمغفرة من الله عز وجل دون عمل وكفاح ولعل هذه المعاني هي أشد ما نحتاجه اليوم في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات يسعى أبناء مصر المخلصون كل في مجاله إلى التغلب عليها مقدمين في سبيل أمن مصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها أثمانا باهظة من أرواحهم وطاقاتهم أكد الرئيس السيسي على تضامن مصر مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة مضيفا أن مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الراسخ نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروع وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لا يفوتني أن أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة مشددا على أن مصر لم تتوانى ولن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع ومؤكدا موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروع وإقامة دولاته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وخلال احتفالية ليلة القدر الكرم الرئيس السيسي أوائل المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى السابع والعشرين من أغسطس الماضي تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس الماضي وثمن رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الموحدة الحكومية وأكد التقرير الذي استمع له رئيس الوزراء أن المنظومة تعاملت مع 2375 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا في مارس كما تم إنهاء إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3150 كارت تكافل وكرامة اتساقا مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين كما تم تعامل مع 2075 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابس في وزن الخبز المدعم وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ضمن جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع بهدف حماية الفئات البسيطة أعلنت حركة حماس أن وفدا برئاسة خليل الحية القيادي في الحركة سيتوجه إلى القاهرة غدا الأحد السابع من أبريل وأوضحت الحركة أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من مصر التي تضلع بدورها في وساطة في إطار جهود استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي بيان لها أكدت حركة حماس رفضها التنازل عن مطالبها لإبرام هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة مشيرة إلى أن مطالبها تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وعودت النازحين إلى أماكن سكنهم وإغاثتهم وإيوائهم فضلا عن الاتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى جادة أدانت الخارجات الفلسطينية محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخلاء حديقة البقر التابعة لأملاك الكنيسة الأرمينية في القدس المحتلة واعتبرتها امتدادا لإجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها المتواصلة على الكنائس لاستكمال تهويد القدس وتكريس ضمها وحضرت الخارجات الفلسطينية من مخاطر إمعان الاحتلال في استهداف القدس ومقدساتها وهويتها مؤكدة أن جميع إجراءاته أحادية الجانب مرفوضة وباطلة وطلبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الإجراءات فورا باعتبارها تهديدا مباشرا لساحة الصراع والمنطقة برمتها رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الثلاثة التي تبناها مجلس حقوق الإنسان بشأن فلسطين مثمنة مواقف الدول التي صوتت لصالحها وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن ذلك يعكس الإجماع الدولي على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وكذلك رفض جميع الإجراءات غير القانونية والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك العدوان العسكري والاستيطان الاستعماري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف قرى وبلدات جنوب لبنان وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلية شن غارة على محيط قلعة أرون الشقيف بصاروخين استهدفا منزلا كما شن طيران الاحتلال غارة جوية على بلدة عيت الشعب بجنوب لبنان ما أدى إلى أضرار جسيمة بممتلكات وبنى تحتية ومنازل قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولا إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة ردا على قصف إسرائيلي على السفارة الإيرانية في سوريا وأفادت وكالة ريترز للأنباء بأن المسؤولة الأمريكية أفاد باحتمال وقوع هجوم في الأيام القليلة المقبلة مؤكدا أن واشنطن في حالة يقظة عالية يأتي ذلك بعد أن قصفت طائرات حربية إسرائيلية السفارة الإيرانية في دمشق في غارات أدت إلى مقتل قائد عسكري إيراني أعلن الجيش الصومالي مقتل أحد عشر عنصرا إرهابيا خلال تصديه لهجوم إرهابيا على مدينة بمحافظة شبيل الوسطى جنوب شرق الصومال وأضاف الجيش الصومالي أن القوات نجحت في تفجير سيارة مفخخة كانت العناصر الإرهابية تسعى إلى تفجيرها داخل المدينة لإلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء وأصفرت العملية عن تدمير بعض المنازل المواطنين وإصابة ثلاثة من الجنود الذين أحبطوا الهجوم الإرهابي ختم مجز الثالثة شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة